صباح الخير طارق صباح الخير مشاهدينا نتوقع بحول الله الأمطار تعود من جديد لتميز أغلب المناطق الشمالية وتكون أمطار غزيرة ومعتبرة محلين بحول الله بداية من مساء يوم الخميس إلى صباحة يوم الجمعة ومطار تكون أكثر غزرة خاصة للمدن الغربية للبلاد لكن نهار اليوم حتى يوم غد الخميس بحول الله أجواء مستقرة وصفية هي سمة التقصى على أغلب ولايات الوطن والبداية بالتنبيه فيما يخص بعض الأمطار نوعا ما معتدلة إلى معتبرة محليا مرتقبا سجلوها للمدن الداخلية الغربية وكذلك الجنوب الغربي حيث أكدت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من الدرجة الأولى على تساقط أمطار بكمية تصل إلى غاية 25 مليمتر بداية من الساعة التاسعة من صباح حتى اليوم تستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الولاية المعنية كل من ولاية البيض وكذلك ولاية بشارة إن شاء الله يارب تكون أمطار خير بالحديث عن الأمطار نشوفه خاية توزية تساقط الأمطار إن شاء الله بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم السبت بحول الله يوم غد الخميس نحضر أجواء مستقرة صافية وهذا عبر مختلف ولايات الوطن خاصة أن بعض الأمطار سنسجلها ضعيفة جدا سنسجلها على كل من الجزائر العاصمة كذلك بومردوس واتيبازا بالنسبة لمساء يوم الخميس إلى صباحة يوم الجمعة أمطار غازينا نلاحظوا فيها حتى ساقط على كل من مدينة توارن سيد بلعباس مع أسكر مصطغى نمشرف كذلك ولاية تيارت حتى على شمال الجزائر العاصمة كمية الأمطار إن شاء الله رح تكون ما بين حوالي 30 إلى غاية 40 ملا متر محليا طيلة يوم الجمعة أمطار متفرقة ومعتبرة محليا نلاحظوا فيها رح تعرفها جل المناطق الشمالية بدون استثناء يعني تكون أمطار حاضرة على كل من الجزائر العاصمة البليد المدينة البويرس طيف بجايا سكيكدا عنابق سنتينا برج بوريج باتنا سوق هراس قلما حتى على ولاية تيارت كذلك عند دفلة سعيدة البيض لغواط والجرفة أمطار تكون يعني متفرقة وهذا طيلة يوم الجمعة حتى يوم السبت المقبل إن شاء الله إن شاء الله يارب تكون أمطار خير الآن نشوف مع بضخة توزيع الكتل الهوائية ودرجات الحال إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم السبت بحول الله لاحظوا نفس الكتل الهوائية أجواء نوعا ما باردة خلال الصباحة وحتى الفترة الليلية إن شاء الله نسجلوا بالمناطق الشمالية ما بين حوالي 8 درجة إلى غاية 12 درجة فيما يخص المناطق الجنوبية راح تروح ما بين حوالي 12 درجة إلى غاية 25 درجة أما بالنسبة لظهيرة الخميس إلى غاية ظهيرة يوم السبت تبقى دي من نوعا ما نقدر نقول تقص بارد على المدن الداخلية ويكون أدنى مقياس حوالي 16 درجة على أغلب المدن الداخلية مرتقبة وهذا خلال ظهيرة الخميس إلى غاية ظهيرة يوم السبت المقبل بالنسبة للمناطق السحلية ننسجل إن شاء الله ما بين حوالي 20 إلى غاية 25 درجة فيما يخص المناطق الجنوبية ما بين درجة راح تروح ما بين أقول 25 درجة إلى غاية 40 درجة كأعلى مقياس مرتقبة على مدينة إليزي كذلك رجال إن صرحوا حتى على مدينة أدرال بالنسبة للملاحة البحرية لنهار اليوم بحر شديد الهيجان وفي هذا الإطار مصالح الأرصاد الجوية قامت بإصدار تنبيه من الدرجة الأولى أكدت على أن البحر سيكون شديد الهيجان على طول الشريط الساحلي طيلة نهار اليوم الأربعاء وحتى يوم غد الخميس إن شاء الله كما نلاحظه في السورة مع رياح تكون قوية سرعتها إن شاء الله ما بين حوالي 50 حتى 60 كم في الساعة وعلو الأمواج إن شاء الله سيصل أو يتعدى لأربعة أمتار بالنسبة للتوقعات خلال يوم الجمعة وحتى يوم السد يبقى ديما نوعا ما بحر قليل الإطراب إلى مضطرب محليا مع رياح راح تكون غربية إلى شمالية غربية على السواحل الغربية والوسطى وتكون شمالية تماما كما نلاحظه في السورة على السواحل الشرقية بهذا مشاهدنا السلطي ورقة تحول التقص نعود الآن إلى طارق الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسيب على كل هذه التفاصيل التي قدمت